هنكمل مع بعض مشكلة الاختين اللي هي الاختة المخطوبة والاختة المتجوزة انا كنت وقفة عند نقطة اللي هي المتجوزة دي لما تحكي كل حاجة لجوزها. هقولك على حاجة نصيحة من ام البنتها مع احترامي لكل الرجالة طبعا فيه رجالة طب في الاخلاق قوي وفي كل حاجة وفيه نص نص وفيه تحت خالص وانتي ما بتبقيش ساعات عندك تمييز ده مين فيهم بيبنى على حياته في وقته معين مع احترامي كل رجالة انا باحترامكم جدا جدا بس فيه نوعية طبعا مش كويسة وطبعا احنا كستات طبعا فينا الكويس والوحش مش انا بقولش الرجالة وحشين بقول فيه نوعية زي ما فيه نوعية من الستات برضو مش كويسة فيه نوعية من الرجالة برضو مش كويسة عشان ما لاقيش حد يطالع يعلق علي ان انا بنتقد الرجالة. لا كلكم على راسي. في نوعية معينة لما بيبقى عارف نقط ضعفك مع اهلك كلقاتي. واحد ممكن تحكينه على اختك اختي 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 ممكن يبص لاختك. اسمعيني يا بنت انت وهي. واحد تاني ممكن يقلبك علي اختك. يقول لها انت متدخلش البيت متجيش هنا دي مخات عبان ده مش عارف ايه. واحد في مشكلة ممكن يعيرك باختك. يقول لك انت انت اختك مش عارف ايه ما انت متتلاقيكي زيها مش عارفة في ايه. ما انت كشفت بقى نقطة ضعف والنيلة كلها. واحد تاني ممكن يعملها بطريقة مش حلوة. ويكسفك قدامها. عشان هو عارف حاجات انت حكيها. فليه تحطي نفسك وتحطي اختك في الموقف ده. يا بنتي عززي اهلك. عززي اخواتك. الحاجات اللي فيها احراج ونقطة ضعف ما تحكياش. وغير كده كمان. مش يمكن لما يتجمع مع خطيب اختك ده اللي حيبقى جوزها بعد كده. يطلع. اه لسانه فالت. يقول له اه انا عارف عنك كذا وكذا. مراتي قالتلي عنك كذا وكذا. مش ممكن مش يمكن يقع في الغلط ده ويعوك الدنيا. ما وفيه رجالة بيبقى راجل حكيم. وفيه راجل عقل جدا. وفيه راجل محترم جدا. وبيحفظ الاسر وما بيتكلمش. وفيه رجالة ما بتتكلمش اصلا. وزي الفل. بس فيه برضو الشيطان كم واحد كده الشيطان غالبهم. ممكن يعوك الدنيا. واتبوازي حياة اختك. واتبوازي حياتك. والدنيا تبقى. واحنا في غنى عن كل ده. ما احنا كل دي توقعات. انا بقولكش انت جوزك في وبي وعلي و Pf وخطيب اختك واختك وانتي وبيك وعليك. وكلام ده. احنا بنقول توقعات. احنا بنشوف ايه الصح والاصح وبنعمله. بنشوف ايه الصح والاصح وبنعمله. فجماعة حفزوا على أسرار بعض وحافظوا على أسرار بيوتكم دلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها يعني مع احترامي إلا من رحمة ربي فين وفين لما أقول الأخت دي ما فيش بعد كده والأخ ده ما فيش بعد كده الدنيا بقت خلطة بيسا والله العظيم تلاتة الدنيا بقت خلطة بيسا ده فيه أخوات ما بيتمنوش الخير لبعض إلا من رحمة ربي إحنا دلوقتي الدنيا تغيرت والزمن تغير والجيل تغير والشيطان شغال علينا كلنا حسب يالله نعمل وكيل لربنا يبعده عنا كلنا فما تضمنوش إيه اللي في النفوس النفوس بقت ضعيفة قوي النفوس بقت ضعيفة اقفلوا على أسراركو واقفلوا على بيوتكو واقفلوا على حياتكو أقول لكوش ما تعرفوش ناس لا أشوفوا ناس واتحكوا ووزاروا لكن أسراركو اعملوا لحياتكو كده خط أحمر حاجات ما ينفعش حد يتعدى حدوده يتعدى حدوده معاكو فيها بس اعملوا اللي عليكو قدام ربنا وإرضوا ربنا وإن شاء الله ربنا هيكرمكو والله وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن احنا نستعين على قضاء حوائجنا بالكتمان فيعني يا جماعة يعني حتى يعني الدين فيه آيات وأحاديث كتير قوي عن المواضيع دي فحاولوا بقى تداروا على بيوتكو وتداروا على نفسكو علشان تكملوا حياتكو مالواحد ده كفاية ضغوط والمشاكل اللي علينا ده احنا بقنا هسس والله الكفاية اللي احنا بنسمعه مش ناصين بقى ممكن زلت لسان تجيبلك مصيبة كبيرة وانت قاعدة في بيتك لا بيك ولا عليك وترجعي تقولي انا قدت قاعدة لا بيك ولا عليك وجالي تليفون ولا خبط علي بابي وجالي مصيبة وانا قاعد ما هو من ايه من ده اه ده الله يخرب بيت شاك ربنا يجينا ويصلح حالنا